يعني لو عرفت شخص عنده خمول أو شاكك فيه أو شخصته بعمل تحليل في الدم بعرف النسبة قد إيه عشان أعرف أديره العلاجة بالصورة الصحيحة أيوة صح كده؟ أيوة كل واحد حسب قدرته آه لالك مش واحد عشر في المية عشر في المية مية في المية كل واحد بديله الجرعة المناسبة للمقص اللي عنده بحيث أنها تصل إلى المعدل الطبيعي للهرمون داخل الدم وفي الحالة دي يبتدي يتعدل يبتدي يتحسن يتحسن سبت بقى خمول الغد عندي وملتفتش ليها ومروحتش لدكتور أو تجهلت العلاج ما ينفعش ما أنا هسأل هو حضرتك إيه اللي بيحصل لي؟ ما أنا بقول لحضرتك ممكن أوصل لي فين بقى؟ هتيجي الأم عادة أن الأم هي اللي بتاخد بالها يعني هتيجي الأم تقولك البنت بتدخن البنت شكلها بقى مش طبيعي ديها نشفة دي جلدها نشف قوي حلو دي الدورة بتاعتها تأخرت الدورة الشهرية تأخرت عايزك تقول لي كل الحاجات اللي ممكن الدورة الشهرية بتاعتها تأخرت دي بتقعد في الفصل ما بتفهمش ما بتعرفش تجاوب في الفصل وما بندع عليها ما بتردش عليها آه أنت قلت لأمها بيبقى متنحين ومش مركزين آه فبديا الأم بتيجي تشتيكي من حزير شكوها الشكل نفسه بتاع المريض شكلها بيتغير على طول بيتغير الشكل بيبن على طول حضرتك بيبن على طول دي عندها نقص هروم غضاقية طبعا يعني بتبقى عايزها برضو خبرة شوية من الطبيب طبعا طبعا من الطبيب يعني أنه هو وقلت لأ دي عندها غضاقية نعمل تحليل الهروم غضاقية نلاقيه أن واطي أو قليل نبتدي نديها الراس بتاعة الهرمون طبعا الهرمون ده بيشتغل بعد قد إيه قدتها النهاردة القرص هطيب ببقر أنا فيش حاجة اسمها كده أصلا لا الهرمون عشان يشتغل وقت 15 يوم 15 يوم يبتدي يشتغل يعني ما يجي واحد يليكيه أصلا الضغط عالي عندي أنا خدت قرص الضغط ما فيش حاجة اسمها كده ده تهريد صح صح لا ده ما ينفعش فيش حاجة اسمها خدت قرص الضغط الضغط ينزل صح لا ما ينفعش ده بيبقى يوميا وقت معين على حسب إرشاد الطبيب طبعا فالنهاردة أنا بدي النقص بدي الهرمون النهاردة يشتغل بعد 15 يوم أو خلال 15 يوم صح بوقفه افرد عندي أنا الهرمون عالي أوقف الهرمون ده رأس برضا توقف الهرمون أخذ النتيجة بعد 15 يوم ما عملش تحليق ثاني يوم بقى أعمل تحليق بعد 15 يوم بعد 15 يوم فأنا بعالج الغدة الدرقية اللي هي أو احنا بنعالج الغدة الدرقية اللي هي خاملة بهرمون الغدة الدرقية موسيقى